موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا اليوم ان شاء الله ناخد امثلة تطبيقية على الفولتج ديفايدر المحاضرة الماضية شفنا كيف احنا نحلل دائرة الفولتج ديفايدر خلنا نشوف مع بعض مثال ونحلله مع بعض اول خطوة لما احل الفولتج ديفايدر اول خطوة لما احل الفولتج ديفايدر مية مية برافو عليك اذا لدينا بيتا دي سي اللي هي مية فاول خطوة بعملها دائما بفحص هل انا بقدر استخدم الابروكسيميت ولا لا فباقول بيتا دي سي في ار اي اش بتساوي بيتا دي سي اللي هي مية مضروبه في ار اي اللي هي خمسمية وي سبتين على طول هاي سبتة وخمسين كيلو اوم صاره انا بقدر استخدم الابروكسيميشن احنا قولنا الابروكسيميشن اكبر او تساوي هاي بتساوي اذا تمام في البنات في الامتحان بعملولي اكبر من عشرة مش منطقة احنا عارفين الارقاب يعني عارفين هاي ستة وخمسين وهدي صارت مع عشرة ستة وخمسين احنا بتساوي بحوط بتساوي عجر اضعاف ار تنين اذا بقدر استخدم الفولتج ديفايدر بقول انه في بيز ايش بتساوي في بيز طب يالله علوا صوتكم في بيز ايش بتساوي متذكرين؟ فولتج ديفايدر صارت كارنت هنا سفر لانه اعتبرت هي اوبن سيركيت اذا ايش هيكون ايوه ار تنين على ار واحد زائد ار تنين في بي سي سي ار تنين اللي هي خمسة وستة من عشرة على مجموعهم اللي هو خمسة وستة من عشرة في سي سي اللي هي عشرة بطلع معنا في بيز بساوي تلاتة وتسعة وخمسين مية فولت في اي ايش بساوي؟ في اي هي عباره عن في بيز مينس سبعة من عشرة في بيز مينس سبعة من عشرة اللي هي عباره عن اتنين تسعة وسبع ايوه تبانين من مية فولت اي اي ايش بتساوي اي اي هين عنا اي كولكتر وهي اي 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 ايش بتساوي اي 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 سرنا عارفين مين احنا؟ اي 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 ا من اللوب الثاني الخارجيش هساوي VCC-I collector في R collector زائد R امتر اذا عوضت هطلع معايا V collector 1 و 5200 فولت اي حد عنده اي سؤال لحد هنا؟ لو الشرط متحققش ايش بنا نسوي؟ بدنا نروح على الاسواء بقول R equivalent بتسوي R2 على التوازن مع بيتا RE و بجيب الولتج على البيز انه بيتا R2 عتوازن مع بيتا RE على R1 زاد R2 عتوازن مع بيتا RE في VCC او بستخدم 7 equivalent معايا نشوف الBMB هناخد مثال على الBMB على الولتج ديفايدر احنا اتفقنا انه الفرق بين الBMB انه بغير بولارات تاعت من البياسنج بولتج في عنا واحدة منهم تسميها الnegative supply يعني انا هيعندي الBMB هاي المتر السهم تبعه داخل زي هيك وعندي هاي RE نفس الدائرة تاعت الMBN اذا ايش هيفرق معايا انه الVCC هتصير minus VCC هاي الفرقية هاي معالجتها بالتمام زي المثال السابق يعني ها اول هاجيب بيتا DC في RE واقارنها مع R2 واقارنها اشوف هل هي اكبر من او تساوي عشر ابعاف R2 ولا لا اقارن نعمل مقارن اتحقق هذا الشرط عطول باستخدم الVOLTG DIVIDER ما تحققش ايش بقول VBase بها تساوي R2 على التوازم مع بيتا DC في RE على R1 زائد R2 على التوازم مع بيتا DC في R بيتا DC في RE في ميناص VCC وبعدين منها بجيب هنا بنلاحظ انه عندي الامتر هادي V امتر بيز الموجب عند الامتر والسالب عند البيز VEB مين اللي اعلى؟ الامتر اعلى من البيز بسبعة من عشرة فاقول انه VE بساوي VBase زائد سبعة من عشرة غير اتجاه وهي اتجاه وهاي وهي اتجاه AIambiz لما ايجي ا تدسل عشرة ال V E هيك البولاراتي انا فرضاها فايزا بقول I E اشبهها تساوي سالب V E على R E الان افتجاه البولتج رائز الكونفيجريش التاني هدا ايش بيسموه الكونفيجريشن نيجاتيف كوليكتر سابلاي الكونفيجريشن التاني بيسموه بوزيتف اميتر سابلاي بوزيتف اميتر سابلاي طلعوا كيف شكلو هنا الاميتر R C هنا R 1 هنا R 2 وهنا R E R C و V E طبعا احنا متعودين الكونيكتر لفوق والاميتر تحت بس هم برسموه بهذا الشكل انا متعودين نحط السابلاي فوق بس بحيه هتلاقوا كتب تانية بترسموه بهذا الشكل بترسموه برضو الاميتر تحت R E و هنا R E وهنا و هنا و هنا الكونيكتر R C اللي موصوم باشرة بريجراوند وبعدين عندي اللي هي R 1 و R 2 R 1 أسفل بتتغذى من R V E E هاي R 2 وهنا عندي R 1 بس عشان المنازرة مع V V V N بيعملوها بهذا الشكل بيشاقلوها بدكوا تعودوه على الدائرة اهم اشي انك تحدد الرجلين بتاعت الترانزيستور و ما تتوهيش بينهم هدا اهم اشي مش مهم مين اللي فوق الاميتر ولا نايم ممكن الناس رسملك هي على شكل هيك نايم يعني مش مهم وهم اعرف مين الاميتر ومين الكوليكتر ومين البيز واحلل الصحيح هنا كيف بدي احلل هالدائرة لو طلعت على هذا الكونفيجراشن بدي اجيب اللي هي بيتا R E واقرنها بR 2 اذا اكبر بكتير بستخدم الابروكسيميشن بقول R بيز ايش بتساوي V بيز R 1 على R 1 زاد R 2 في V E E اذا مش اكبر هيكون V بيز ايش بساوي R 1 على R 1 زاد R 2 R 2 على التوازن مع بيتا DC في R E مضروبة في E E E الفولتج من هنا للجراوند هو V بيز احد زملاتكم في الحاسوب بقال طب ليش ما جبهاش حوالين R 2 بقدر اجيب الفولتج حوالي R 2 بس الفولتج حوالي R 2 مش هو V بيز V بيز هو الفولتج حوالين R 2 زاد V E E واضح يا بنات تسألوني يعني زملاتكم قالوا طب ليش احنا يعني بس اجيب بيز حوالين R 1 والهي V بيز انه V بيز هو من بيز للجراوند من نقطة بيز للجراوند فلو جبته حوالين R 1 هو صحيح لكن لو اجيبت الفولتج حوالي R 2 على التوازن مع بيتا R E على R 2 على التوازن مع بيتا R 1 في V E هذا الفولتج حوالين R 2 عشان اجيب V بيز بدي اعضف لها V E E تمام واضح في اي صفصر لحد هنا اذا احنا مفروض نقدر نتعامل مع ال M B N وال B M B نشوف مثال على السريع على ال B M B على الكونفيجراشن هذا البوستف الميتر سبلاي مثلا هنا عندي 10 فولت R E 1 كيلو بيتا دي سي بتساوي 150 R C 2 من 10 كيلو R 1 22 كيلو و R 2 10 كيلو تحلو مع بعض واحدة تطلع تحللها على الصبورة هبه دور هبه اولا مره تطلعت يلا يلا يا هبه تعال يا هبه حللنا الكونفيجراشن اللي قدامنا هساعدك تخفيش تعالي وانا متاكدة انك قدها وعدود تعالي نسحي هادا ملناشية ملناشية طب قداش انا بيتا دي سي 150 في R E اللي هي واحد كيلو يعني قداش بدها تكون هادي 150 كيلو هل هادي اكبر من او تساوي 10 اضعاف R 2 10 اضعاف R 200 اذا هي اكبر من 10 اضعاف R 2 انه 10 في R 200 بيسير اذا بقدر استخدم الابروكسوميشن اذا V base ايش بده يساوي V base بده يساوي R 1 تمام ايه خلينا نكتب القانون اول نتعود نكتب القانون لانه في الامتحان لو انا خربطت في رقم على الاقل انه يكون انا عارفة انك فاهم ايش بتعملي R 1 على R 1 زائد R 2 في V E E تمام تمام R 1 قيمتها 22 كيلو على 22 كيلو زائد 10 كيلو في V E E اللي هي 10 V base بطلع معنا بساوي 6 و 8 و 800 طب بدنا احنا مين V E ساوي V E ايش ساوي V E مين اكبر V E ولا V base هاي V E هاي متصل V E ولا V base مين اكبر هاده B M B مين الاكبر V M متر ولا V base في V B في ال B M B ما هو اذا مش هاي صحة اذا صح اذا مجال اذا V E هي عبارة عن V base زائد 7 من 10 لانه الامتر اعلى من البيز بسبعة من عشرة بنضيك لهاي سبعة من عشرة فحتكون سبعة طب مش مشكلة اجمعيهم سبعة من عشرة بلاشت تروح قاد حطتها حت هنا عشان نقوم لكاميرا سبعة بوينت خمسة تمانية فولت طب بعد دي اي مين بدنا اي اي بدنا مين اي 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 بها تساوي بدنا الفولتج من هنا للمين لل يعني بدنا في اي احنا حسبنا في اي صح اللي من النقطة هاي لالجران اللي قدش بها تساوي حسبتيها في اي على احنا ايش حسبنا نرسم الار اي هاي هاي النقطه ركز عليها معايا بس هنا بدنا نطلع هاي الامتر هاي اي احنا حسبنا الفولتج من هنا لمين للجراوند بس بين هنا وهين في عمنا سورس اللي هو مقداره في اي اي عشان اجيب اي 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 ايش لازم من الفولتج حوالين ار اي مش في اي في اي من هنا للجراوند هتقرسمها بوضونا عشان هاي الموقع مهمة كتير بالارس را اخينا اقصر هاي جزئية انا بدارها هاي جزئية عندي جراوند عندي اللي هو في اي اي وعندي ار اي وهي الامتر احنا جبنا الفولتج حوالين الامتر لو هادا في اي اي عشان اجيب اي بودو الفولتج اللي حوالين المقاومة فاش هيكون في اي ماينس في اي اي في اي او في اي ماينس في اي عشان اخذ الاشارة موجبة اشارة سالبة هيكون في اي ماينس في اي على عار اي وبديعطيها اشارة سالبة لانه الفولتج هيكون تجاه الفولتج رايز سالب في سالب في ليس سالب في لانه هاي انا اذا اخذت هادي ناقص هاي مفترضة هادي انا الاكبر هاي ناقص هاي يعني مفترضة هاي بلس وهاي ماينس هيكون ايشارة سالبة تجاه الفولتج رايز تمام طلعي اطرحي العشرة ناقص هاي تقدر اطرحي ولا لا ناقص هاي سالبة او انت ماخ ده VEE minus مش VEE بقول ليش الاشاره طلعت عندي في موجبه على طول هادي VEE اللي انت عاملها العشرة ناقص ناقص VEE احنا اذا هي كيه بده هتكون بلس فكزي معي اذا اخدنا VEE minus VEE هاي معناها بلس minus الكرن في تجاه الفولتج رايز اللي انت اخدتي اخدتي VEE minus VEE يعني تصردت هاي موجبه وهي سبفه الاشاره موجبه في تجاه الكرن في تجاه الفولتج دروب معي انا عشان كنت احكي بسطعه لانه VEE minus VEE هاي بتكون اذا هاي موجبه عطول هاي موجبه لو انا اخدت انه VEE اللي حوالين R هو عباره عن VEE minus VEE معناها IEE بدي يكون سالب VEE على REE ليش سالب لانه ساعتها بيكون الكرن في تجاه الفولتج رايز واضح الفرق بين الحالتين؟ تماما اذا اريد اركز انا مين يريد اخد 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 ربط علاقة بالفولتج اللي هي الاسره على الاسره دل عليها الي هو الطرف الثاني بدي اجب لي من فيه كلي اكثر ام ميطار؟ مين يجب لنا فيه كلي اكثر ام ميطار؟ بالدور؟ يلا حنان بنحطه كل بعمل لاني بحط فيه كلي اكثر ام ميطار على الرسمه وباخد اللوب وما اذا كان الوeleب للو Selector in meter headaches. في عديد اللوب رسميني هي لحال نحن رسمينة Pour from the alien towards لا ,لاحال رسمينه لاحال رسميه مش لانا بعلمكم ترسم كいくيس إيمتر لحال نحن لحال نحن رسميه Velіт iles New As برافو عليك يلا الكلكتر ايش موصول في ار سي مع الجراوند حط قيمة ار سي تمام وعند الامتر ايش موصول عنا عش fak اي دي الامتر هو اي الموصول في ها الامتر موصول في الار دين طلعين موصول في الار دين بهان الامتر Holly موصولا بمن باقي اي حصول لو كانت الار دين موصولا هنا في الكلكتر بيصير Serverي التي تحكيه لكن مش موصوله في الكلكتر عد حطينا البي كولكتر امتر وين البي كولكتر امتر عرسنا اها البي كولكتر امتر وين موجب وين السالب ايوا لانه سميته في سي اي اذا نسي انا فرضاه موجب والي سالب خد اللوب حط تجاه الطيارات عشان اتجاه الطيارات مهم اه هاي الامتر بقولك اتجاه الطيار هنا داخل الطيار وهناك طالع ايوا ممتاز اي اي هنا اي كولكتر ممتاز يلا ماينوس في اي زائد اي اي في ار اي ماينوس في كولكتر امتر كولكتر امتر وزائد اي سي ار سي بساوي سفر اذا عندنا في كولكتر امتر ايش بها تساوي بنقوليها هذا الطرق في كولكتر امتر بدها تساوي ماينس في اي اي كولكتر عام المشترك خلاص خطيها اي كولكتر خلاص سميها اي كولكتر اي اي مش بتساوي اي سي اي اي و اي سي بساوي بعض اي سي خديها اي سي مضروبة في ار اي زائد ارسي ممتاز المشاوي انعود بساوي ماينس عشرة اي سي اي 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 سي هقبناها ايل هي تنين و اتنين و اربعين من مية مجموعة انتين اتنين و اتنين من عشرة زائد واحد يعني تلاتة و اتنين من عشرة كيلو اطلع معانا سالب اثنين وستة و عشري من مية واضح للجميع وطبعاً احنا متوقعين انه يكون سالب قلنا بحالة بي ام بي البي كوليكتر ام متر بيكون سالب ناخد كمعاً مثال على اللي هو النيكاتيف كوليكتر فولتج ر اي ار سي ماينلس بي سي سي عند ار واحد و ار ار واحد ار واحد تمنيا وستين كيلو R2 47 كيلو RC 1.8 من 10 كيلو RE 2.2 من 10 كيلو وعندي بيتا DC 75 والVCC عبارة عن 10 6 تمام في هاي الدائرة نفس الحاجة بدي اقارن RE بالR2 اذا عندي بيتا DC في RE اللي بيتساوي 75 في 2.2 من 10 كيلو تطلع معنا بتساوي 165 هل هي اكبر من 10 اضعاف R2 هدي اقل من 10 في R2 اذا فيش مجال عندي اللي استخدم الاكزاكت ايش الاكزاكت بقوللي انه VBase بساوي هاي الباس تبعي هاي الفولتج R2 على التوازن مع بيتا DC في RE على R2 على التوازن مع بيتا DC في RE زائد R1 في اللي هي ماينوس VCC لو عملت هيك بتطلع معايا VBase بتساوي ماينوس 2 واحد من 10 VBase وعليكم السلامة وعليكم السلامة وبركاتو ايو تفضلي اهلين للارضة عليك رانيم لو تسمح بالله لو بعد الساعة 12 عشان انا هلقيتها في محاضرة تكلميني الله يا ساعدك شكرا مع السلامة اذا عنا VMتر بتساوي VBase زائد 7 من 10 هي حتطلع ماينوس واحد واربعة من 10 ايش بدنا احنا كمان لما نجيب VE بدنا IE على طول IE ايش بتساوي اتجاهها IE هيك اتجاهها هاي VE VE على IE سالب VE على IE انه تجاه تجاه هتكون سالب وسالب بتصير بلاس واحد واربعة من 10 على RE صريح على RE بسم الله راح البوس تبع القلم على RE VE و ماينوس ماينوس سير بلاس واحد واربعة من 10 RE اللي هي اتنين اتمنى عشرة كيلو بقدر احصل على اللي هو I متر طلع الكيمة بتساوي ستمية وستة وتلاتين من الف ملي امبال وهدي تقريبا I collector وبقدر اجيب V collector امتر من اللوب الخارجي بطلع معايا V collector امتر بساوي سالب 3 وستة واربعين مية فولت سلام نشوف اخر configuration الاخير بنسمي feedback كل اكتر feedback configuration بنسبة البايسنك circuits نشوف كيف شكل ولكل اكتر feedback configuration نشوف 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتو بتتبمين بالباز الميتاللوب. ليجي لها البيز الميتاللوب هاي الميتار وهي البيز. الاميتار سهل موصول بالجراند. البيز موصول الطلاو علي بربي. وربي موصولة بمين بالكولكتر والكولكتر موصول برسي ومن عند رسي في عند البي سي سي. الحاجة اللي بنبهكو عليها اللي بدي نبهكو عليها انه اي اللي بتمر في ارسي مش هي اي باز. بنظل هذا الاشي بتذكرينه. يعني ارسم هذا اللوب بدي اتذكر انه اي ارسي مش هو نفسه لانه هنا في عندي كولكتر. راح جزء من الطيار للكولكتر. فهدا هي اللوب اللي عندي هنا عندي في باز المتر. ماته ما ارسم هذا اللوب بشكل صحيح انا انتهت عندي القضيه. كل اشي لازم يطلع عندي سليم. انحل عندي ماينوس. VCC زائد IRC في RC زائد IBIS في RBIS زائد VBIS المتر بس و سفر. انا مين بدي يا RC يا IB يا IC بدي واحد بس مجهول واحد. احنا عارفين انه IRC بده يساوي IBIS زائد ICولكتر. اللي هذا ما له تقريبا ICولكتر. ليش تقريبا ICولكتر؟ لانه IBIS دائما اقلب كتير من ICولكتر. وICولكتر ايش بتساوي؟ بيتا DC في IBIS. اذا بقدر استعيني بهذا الحكي في هالمعادلة. اقول انه ماينوس بي سي سي. بدل IRC او بدل IBIS اعود. لانا بدي IC على طول فباخد IC. بقول IC عامل مشترك. RC زائد بدل RBIS ايش هتصير? RBIS على بيتا. لانتعود عن IBIS بI كولكتر على بيتا. فهتصير RB على بيتا طبعا BC. زائد VBIS امتر بساوي صفر. وبالتالي يرحمكم الله. ICولكتر بدها تساوي. VCC minus VBIS امتر على RC زائد RBIS على بيتا BC. تمام؟ واضح؟ اذا انا ليش الابروكسيميش اللي اخدته. انه دائما انا بقول لما يكون في عندي حاجتين مجموعين مع بعض. الحاجة الاولى والتانية. بقرنهم بقدر اقرنهم مع بعض طالما هم مجموعين. يعني بقدر اقول انه انا عندي المليون. اقرنها بواحد اقول مليون اكبر بكتر من واحد. لانه مجموعين مع بعض. او مليون بعشر او مليون واحد من مية. لكن بقدرش اقول انه مليون وتسعمية وتسعين الف. انه تسعمية وتسعين الف بقدر احملها. انا مجموعين مع بعض. هذه قيمتها تقريبا تكون بربر لهاي. ضل عليها اللوب الخارجي. اللوب تبع البيز امتر حللنا. مين ضل عندي الكلكتر امتر لوب. هاي بي سي سي. بدي ارسم الكلكتر امتر لوب زي ما تعودنا. هاي الكلكتر وهي الامتر. الامتر موصول بالجراوند على طول. الكلكتر موصول في مين؟ في ار سي وفي سي سي. كمان مرة. اي ار سي مش نفسها اي كلكتر. انه هنا موصول الفيباك لوب. بس تقريبا احنا قلنا انه اي كلكتر تقريبا بتساوي اي ار سي. بالتالي بقدر اقول انه فيه كلكتر امتر. بتساوي في سي سي ماينوس اي كلكتر في ار كلكتر. بس تخدم نفس الابروكسونيشن. لو طلعنا احنا في حسابات الاي كلكتر بنلاقي البيتا ظهرت فيها. البيتا ظهرت فيها. يعني الاستيبليتي تاعتها مش كتيره. بقدر اقول انه استيبليتي بتتحسن. لما اقول انه اي كلكتر بتساوي في سي سي ماينوس في بيز النطر. على ار سي وهذا فقط بحدث. لما ار سي تكون اكبر بكتير من ار بيز على بيتا. بتكون الاستيبليتي افضل. اذا اخترت قيم ار بحيس يكون هذا الاشي التحقق. مثل تطبيقي يعني ما اعتقدش انه حيكون صعب عليكم انتحللوا في البيت. وتسلموني ايا اللقاء القادم. بي سي سي عندي عشرة فولت. وار سي عندي عشرة كيلو. وعندي ار بي مية كيلو. وبيتا بي سي بتساوي مية. بدي اياكو تحلو اكزاكت وبدي اياكو تحلو ابروكسيمت. ايش معنى اكزاكت و ابروكسيمت. يعني لما ااجي بدي اعوض عن ار سي. اخليها اي كولكتر زائد اي بيز ما اقرب هاشي. واعوض عن واحدة منهم. يا اي كولكتر يا اي بيز. لانه اصلا عندي اي بيز. يا بخليك كلو بدلالة اي بيز. يا كلو بدلالة اي كولكتر. نفس الاشي عند اللوب التاني. فبدي اياكم تحلوه exact و approximate وهيك احنا ان شاء الله اللقاء القادم باخد منكم ارفعوا لي على الموديل اسهل حلوه وارفعوه على الموديل واللقاء القادم بنناقشه على السريع قبل ما نبدأ الشبطر الجديد ان شاء الله فحلوه قبل اللقاء القادم ان شاء الله عشان تكونوا معايا هالقادم ان شاء الله احنا نبدأ الاسي الاسس احنا نبدأ احنا ان شاء الله